أكيد أن المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز الذي ينعقد في الجزائر يواجه عديد من التحديات المختلفة تحديات مرتبطة بهيكله التنظيمي في حديداته وتحديات مرتبطة بتوجهات السوق الطاقة في العالم وتحدي آخر في إمكانية أن يتبط هذا المنتدى كمحور للغاز وسوق الغاز والصناعات الغازية في المرحلة القادمة أكيد أن التحدي الأول المرتبط بطبيعة المنتدى وأهداف وإمكانية توسيع المنتدى إلى دول الأخرى وهذا ما طرحه ويطرح في عديد من المنتديات بأن على المنتدى أن يتوسع إلى كل الأطراف التي تساهم في سوق الطاقة حتى يمكن تنظيم هذا المورد بشكل الذي يضمن مصالح الدول المنتجة وكذلك مصالح الدول المستهلكة والبحث دائماً عن السعر العادل هو المقياس الأساسي الذي يعمل المنتدى على تحقيقه منذ إنشائه في 2001 وتحويله كمنظمة في 2011 التحدي الثاني في تقديره هو مرتبط باستناعة الغازية في حداتها حيث هناك دعوة إلى ضرورة تطوير آليات استخراج واستكشاف الغاز في الحقول الموجودة أو الحقول التي يعملون على تطويرها وتبادل الخبرات التكنولوجيا بين مختلف الدول المنتجة للغاز وكذلك تكنولوجيا من الدول المستهلكة يخلق شبكة من تعاون من أجل تحقيق هدف الأساسي للغاز باعتباره محوراً لأجل الانتقال الطاقوي من الطاقة الأحفورية الأكثر تلوتاً إلى الطاقة الأحفورية الأقل تلوتاً انتقالاً إلى الطاقات المتجددة وغير ملودة بالتالي فالغاز كفاعل أساسي أو كفاعل في عملية الانتقال يجب أن التركيز عليه في هذه المرحلة الانتقال الطاقوي من الطاقات الغير نظيفة إلى الطاقات النظيفة التحدي الثالث كذلك في تقديري هو مرتبط بكيف يتهندس المصالح بين أعضاء المنتجة في الواقع هناك عديد من تضارف المصالح بين دول الأعضاء في المنتجة نتيجة لتشاركهم في أسواق واحدة وبالتالي حد التنافس التجاري بين الأطراف تكون في بعض الأحيان في غير صالحهم وفي صالح الدول المستهركة تلابد العمل على أن نضع آليات ومؤشرات لتحديد السعر المرجعي للغاز مثل ما عملت أوبيك و أوبيك بلاس من أجل ضمان الاستقرار في سوق الغاز وكذلك ضمان ديمومة هذه المورد من أجل زيادة من عملية الاستكشاف ترجمة نانسي قنقر